اهلا بكم في الميناء بيبدأ مع مارتن اللي بياخد جسس الناس عشان يعمل مصيادة للدبابة وبعد ما حط الفخ ماشي ورجع للكوخ اللي عايش فيه وقفل على نفسه الباب والشبابيك عشان يبقى في امان جوه الكوخ بتاعه وكان بيحرق الرسائل اللي معاه عشان يتدفى في الكوخ لكن ساب صورة البنت دي ورفض يحرقها والصبح مارتن بيقوم يفتر ويخرج بالسلاح بتاعه للغابة وكان بيجمع اكل ياكله النهاردة والاكل ده عبارة عن المحاصيل الزراعية اللي بيزرعها يوميا مارتن بيعمل كده عشان يقدر يعيش ولازم كمان مارتن يرأي بالمكان عشان يتأكد ان ما فيش حد قريب من ناحيته وهنا بنلاحظ ان مارتن حالته النفسية مضطربة وغالبا ده بسبب الوحدة لانه معزول عن العالم كله ومارتن في يوم بيصحى من النوم على صوت بره الكوخ وبسرعة خد البندقية بتاعته طلع بره ولما فتح الباب بيلاقي كاترين العجوزة وبنتها ملجة كاترين بتعرض على مارتن مجوهرات مقابل انه يديها بعض المحاصيل الزراعية لان هي وبنتها جعانين جدا ومارتن بيرفض يديهم لكن كاترين لما بتعرض عليه بزور عشان يزرعها في ارض وينتج محاصيل زيادة بيوافق مارتن لكن لما بيعرف نوع البزور بيرفض لانه مش محتاجها في المزرعة بتاعته وعشان هم محتاجين اكل كاترين بتعرض عليه قضي ليلة مع بنتها ملجة مقابل انه يأكلهم ومارتن بيوافق لكنه بيتعامل معهم بحذر شديد وكمان بيفتش الشنط اللي معاهم لانه خايف انهم يكونوا جايين يسرقوه وملجة بترفض يقرب لها قبل ما يديهم اكل في الاول وفعلا كانوا بيأكلوا وتعرفوا على بعض اكتر وكاترين عرفته انها دايما بتسافر مع بنتها ملجة وملهمش اي مكان يعيشوا فيه ومارتن قال لهم انه عايش هنا بقاله سبع سنين وبمجرد ما خلصوا اكل مارتن خرج كاترين من الاوضة وقافل على نفسه هو وملجة اللي كانت بتعلى حدومها عشان تعمل علاقة معاه زي ما اتفقوا بالزبط بس لما شافت دقنه طويلة اخدت المشرة عشان تأثرها لكن مارتن خاف منها وافتكرها بتغدعه عشان تقتله لكنها هدته وفهمته انها كانت عايزة تأثر دقنه مش اكتر وبعد ما يعملوا علاقة ملجة بتخرج وبتروح قضة كاترين ما متها والتاني يوم كاترين بتقول لمارتن ان ملجة بتحبه وبتسأله لو عايزها تفضل عايش معاه لكن مارتن مش مقتنع بكلامها وعارف انها بتقول كده عشان يفضله معاه وكاترين كانت بتقنعه انهم هيساعدوه في الزراعة ويكملوا حياتهم هما التلاتة مع بعض لكنه بيرفض وبيقولهم يلموا حاجتهم عشان يمشوا من الكخ بتاعه وفعلا كانوا هيخرجوا بس ملجة قبل ما تخرج كانت بتحاول تتقرب منه وبتحاول تطمنه جابت المشرة عشان تقصله دأنه والمراضي مارتن ما خافش منها وسابها تكمل ووافق انهم يعيشوا معاه كمان بس بشرطه انه يعمل علاقة مع ملجة مرة تانية وطبعا هما ما عندهمش اي اختيار غير انهم يوافقوا على كل طلباته وتاني يوم بيصحوا كلهم ويخرجوا عشان يساعدوا مارتن في الزراعة وكاترين كانت بترقب مارتن ومستنيها يبعد عن البندقية بتاعته ولما ملجة ومارتن دخلوا الغابة كاترين دخلت الكوخ وكانت بتدور على اي حاجة تحميهم من مارتن لكنها مش بتلاقي غير صورة لمرتن مع عيلته ولما ملجة رجعت كاترين قالت لها احنا لازم نقتل مارتن عشان نقدر نعيش وفي يوم كانت ملجة مع مارتن واخدت منه رصاص البندقية من غير ما يشوفها وتاني يوم قدت لكاترين مامتها الرصاص وبدأوا ينفزوا الخطة مع بعض وهي ان ملجة تشغل مارتن وكاترين تسرق البندقية بتاعته وتقتله بيها بس في الوقت ده مارتن شاف اثر لرجل راجل غريب وقلق جدا لان فيه كده حد عرف مكانهم وفعلا الشخص ده شاف ملجة وهجم عليها وكان عايز يعتدى عليها كمان بس مارتن عرف ان فيه شخص غريب معاهم وفضل يدور عليه في الغابة عشان ينقذ ملجة منه ولما عرف مكانه اكتشف ان البندقية بتاعته ما فيهاش رصاص والشخص ده كان مستخب منه وسط الاعشاب واستنى الفرصة عشان مارتن يقرب وفعلا قدر يسيب مارتن بالرصاصة وكمان كان عايز يقتله بس مارتن كان معاه سكينة وقدر يخضعه يخلص عليه لكن مارتن دلوقت متصب رصاصة في بطنه ومحتاج مساعدة وكاترين وملجة كانوا بيساعدوه فعلا وكانوا بيحاولوا يشلوا الرصاصة من جسمه وبمجرد ما مارتن بيقى كويس طلع مسدس الشخص اللي هجم عليه وهددهم وحباسهم هما اللي اتنين فقضى بعيد عنه عشان محدش منهم يقدر يقزيه وتاني يوم لما خرجوا لحظوا ان مارتن اتصب عدوى بسبب الرصاصة وهو ما كانش عايز حد يساعده لكن في النهاية مش بيقدر يستحمل القلم وملجة بتساعده وبمجرد ما فقد الوعي ملجة بتاخد المسدس منه وبتروح تد المسدس لكاترين اللي بتقول لها انهم لازم يسيبوا مارتن يموت لان الاكل مش هيكافهم هما التلاتة لكن ملجة بترفض كلامها لانها حبت مارتن بجده خاصة بعد ما انقص حياتها وبتقول لكاترين انه هيقدر يحمينا بمجرد ما يسق فينا بس كاترين ما كانتش مقتنعة بكلامها نهائي لكنهم دلوقت مضطرين يساعدوا مارتن لحد ما يفكروا هيعملوا ايه معاه والاتنين بيستخدموا حرارة جسمهم ويناموا جنبه عشان جسمه يدفى لانه متصب الحمى ومارتن كان بيحلم لما كان مع اخوه بيجروا هما الاتنين من حد ومارتن وقع وكان بينده على اخوه عشان يساعده لكنه بيصحى في الوقت ده وصحته بتكون تحسنت عن الاول وبتعدى اسابيع والتلاتة كانوا عايشين مع بعض في نفس الكوخ وكاترين وملجة هما اللي كانوا بيهتموا بالزرع ولما كاترين بتشوف ملجة مع مارتن بتلاحظ انها بتقرب له اكتر من الاول وفي يوم شافوا نور بيقرب للكوخ ومرتن رجع الكوخ بسرعة وقفل الابواب والشبابيك وحذرهم انهم ما يعملوش اي صوت لكن الناس دول عرفوا مكانهم وكانوا عايزين يدخلوا الكوخ ومرتن لما شافهم عرف انهم 6 افراد وهو مش معه غير 3 رصاصات بس ومش عارف يتصرف معهم ازاي وما كانش قدامه حال غير انهم يستخبوا لحد ما الناس دي تمشي لوحدها لكنهم تاني يوم اكتشفوا ان الناس دي سرقوا كل المحاصيل بتاعتهم وبكده هم مش هيلقوا اكل الحد ما يزرعوا من تاني وده هياخد وقت كبير جدا والجوع فعلا بدأ يسيطر عليهم وفي الوقت ده ملجة اكتشفت انها حيمل وعشان هم مش معهم اكل ملجة فكرت تجهد الطفل ده لانه هيكون حمل كبير عليهم وفعلا اخدت السلك ده بس بتترجع في اخر لحظة وتاني يوم كاترين خرجت تشوف الفخاخ لكنها ما لقيت هاش مصطدى اي حيوان وهم دلوقت جعنين جدا وبيموتوا بالبطيق وده خلى كاترين ترجع لفكرة انهم يقتلوا مارتن عشان الاكل يكافهم هم بس وملجة بتوافقها المرة دي في الرأي وبتقول لها هنقتلوا بالفطر السام وبيتفقوا هم اللي اتنين يخرجوا لحد ما يموت لان السم هيقتلوا بالبطيق وملجة مش عايزة تشوفه هو بيتقلم قدامها والتاني يوم كانت ملجة بتحط الاكل وحطت له سم في الطبق ومارتن اكل والتاني يوم كاترين كانت عايزة تخرج زي ما اتفقت مع بنتها لكن ملجة رفضت تخرج وفضلت نايمة مع مارتن وفجأة كاترين بتتعب وملجة بتقول لهم انها حطت السم في اكل كاترين وسممتها بدل مارتن ومامتها تقبلت اللي ملجة عملته معاها وخرج مارتن معاها عشان يقتلها بالبندقية بتاعته عشان ما تتعذبش بالسم اللي في جسمها لكن كاترين رفضت انه يخسر رصاصة من اللي معاه وقالت له يقتلها بالسكينة بعد ما تخلص الصجارة بتاعتها وفعلا كاترين بتموت ومارتن وهو راجع سمع صوت الفخاخ بتاعته ورح ناكل الفخاخ مسكة ارانب ومارتن اخدها ورجع الكوخ وبدأ يحكي الملجة كان عايش ازاي مع اخوه وحكالها انه في يوم كان بيسرق الاكل من المعسكر بس اخوبه مجرد ما شاف البنت في المعسكر اعتدى عليها والبنت صرخت وهم اللي اتنين خرجوا من المعسكر وكانوا بيحاولوا يهربوا قبل ما يتمسكوا بس مارتن وقع ولما خرح عشان يساعدوا مارتن ضربوا بالسكينة في رجله عشان ما يقدرش يمشي ويتمسك وهو يهرب منهم مارتن بيقول الكلام ده لانه شايف ملجة حزينة بعد ما قتلت مامتها هما اللي اتنين قتلوا اقرب الناس لهم عشان يقدروا يعيشوا وفي نفس اليوم ده ملجة عرفت مارتن انها حامل وهم دلوقت محتاجين يجمعوا محاصيل اكتر عشان ابنهم بس في يوم هجم عليهم الناس اللي سرقوا محاصيلهم قبل كده وملجة كانت بتحاول تاخدوا البذور من الكوخ من غير ما حد يشوفها لكنهم سمعوا صوتها بس في النهاية ملجة قدرت تخرج من الكوخ من غير ما تتأذى وهم اللي اتنين دخلوا الغابة وكانوا بيحاولوا يهربوا بعيدة عن المكان بس العصابة كانت بتجروا وراهم ومارتن قدر يضرب واحد منهم بالرصاصة وقتلوا بس مارتن عرف انهم مش هيقدروا يهربوا هما اللي اتنين مع بعض عشان كده قال لملجة تهرب وبدأ يعمل اصوات عشان العصابة تجروا وراه ويسيبوا ملجة لكن ملجة وهي بتحاول تهرب قابلت الراجل ده قدامها وكان بيقرب لها وخلاص هيمسكها بس هي خدعته وقعته في الفخ وهربت ومارتن الناحية التانية بيحاول ينقذ نفسه لكنه بيتضرب بسهم في بطنه والعصابة مسكوه حرقول الكوخ بتاعه كمان وبنعرف ان العصابة دي من اكل الحوم البشر وكانوا بيتجهزوا جثة مارتن عشان يكلوها والروح لملجة اللي فضلت لوحدها في الغابة لمدة شهور وبطنها بدأت تكبر وفي يوم وهي في الغابة شاف الطريق وبتكتشف ان ده معسكر وفي ناس غيرها ناجيين والناس دول عايشين على الزراعة ملجة رحت له مسلمة المسدس اللي معاها وقبل ما تنضم للمعسكر بيعملوا تصويت وفي النهاية بيوافق وملجة بتنضم لهم وهنا بينتهي في المنا النهار ده اكيد هشرفني جدا اشراكك في القناة وتفعيل الدرس واهم حاجة لايك للفيديو اشوفكم في ملخص قادم سلام